السلام عليكم وياكم مهندس وسامة. ورجعت لكم بابدر جديد من قناة Archaeotech. اكيد اغلبنا من يشتغل على الموقع مادته راح يحتاج ينفذ مجموعة من الاوامر. سواء اذا كان يشتغل في Laravel فراح ينفذ اعازات البي اش بي ارتزان ميك كونترولر ميك مودل او اي اعاز ممكن يسوي. اضافة الى اذا دايش تغل بالجاواسكريب فراح يحتاج مثل mpn install, mpn run dev, mpn run build وهكذا. وبمرور الزمن هاي اعازات راح تاخذ وقت من عندنا. يعني سوف نقبالكم انكاتب php artisan make controller users controller. هذا كله راح يعتبر في الجزء من الوقت راح ياخذون عندي. بينما اني قدر اختصره الى amc user controller. هاي اختصارات اللي راح اشرح اليوم هي تخص برنامج git bash. اللي شرحت عنا مسبقا شوان نحمله. ندخل على الموقع الموجود قبالنا بالشاشة. ونحمله للنسخة الخاصة بينه سوان ماك اس او windows او ال linux. حجمه كلش قليل. تنصيبه طبيعي ما باي مشكلة. طبعا هذا هو شكل اللي قدامنا. ورمنا ننصبه ونكمله. نروح على المسار التالي. نروح على هذا المسار. c program files get etc. ندور على ملف اسمه bash.bashrc اللي هو موجود لقبالنا. نفتحه باي برنامج محرر مع النصوص. انا حستخدم notepad++. ننزل لي جاوه كلش. يعني بالاخير بالنهاية. نحط النا comment حتى نعرف انه هذا الشي راح يخصنا هو الاختصارات ماتنه. خلنا نسمي مثلا شورتكات. مننا راح نبدي الشوات اللي نحتاجها. اول شي نكتب الياس. وراها نكتب اسم الاختصار اللي نريده. مثلا انا اريد اختصر php artisan بكلمة a. يعني اذا اكتب a معنها هي تساوي php artisan. فش تساوي? a تساوي بين double quotation. نكتب اللي عاز مالتنه. مثلا php artisan. اذا اريد اصوي اختصار ثاني. اكتب الياس. واكتب مثلا شون اللي اريده? انا اريد اصوي controller باختصار معين. مثلا اكتب artisan. artisan make controller. الاختصارات بكيفكم يعني مو شرط مجبرا نسوي مثل اللي عندي. بس كل واحد شون يتذكر اللي عاز يكتبه. اكو ناس يكتبوا مثلا php artisan make controller h يعني. فكيفكم? مثلا amc راح اكتب علي php artisan make controller. ننسو نفدي عاز لاخ مثلا الياس. مثلا amm. معناها make model. يساوي. php artisan make model. وراها نسايف. طبعا اه بما انه هده نشغط بالc فلازم احنا نسايف administrator mode. فراح نقول له save. فحفظوا لي عازات معاتنا. الاي هو php artisan. اه مثلا خلان نضيفنا في الدي عاز لاخ. اللي هو serve. مثلا السيرب خلان نسميه serve. php artisan serve. هاي العازات تخصة للا رابل طبعا. انا نكتب شغلة تخص للا رابل. المشروع اللي عندي التيست هو لا رابل. فهاي اللي عازات معاتنا. اي سيرب اي ام سي اي ام ام. نفتح نفذ مشروع للا رابل. طبعا لازم كل النوافذ تكون مزدودة. اللي تخص للافذة جديدة. وبعدين نفتح نافذة جديدة. ونكتب. مثلا راح اكتب serve. ش راح يساوي هو automatic راح يدع يعرف serve هي اختصار لل php artisan serve. وبالتالي راح ينفذ لي عاز مباشرة وما يطلع لي اي ارار. خلينا نجرب. نقطي. اي ام سي. احنا اشغلنا الاي ام سي. بس وراها نقطي اسم. مثلا اي كيو تيك. كنترولر. شوفوا الاي ام سي ش راح تسوي. راح تختصرها راح يساوي لي كنترولر. لو قلت لاي ام ام يعلمها مايك موديل واسم الموديل مثلا اسامة. سوى لي موديل بهذا الاسم. هذا الموديل اللي اسمه اسامة. والكنترولر اللي هنان سويناها اللي هي اكيو تيك. ممكن يكون الدرس خفيف بس فائدة ما تكون لتشبيرة لانه نحتاج احنا اي اختصارات دائما بالشغل ما لابنه. اي سؤال اي استفسار او اي طلبات بخصوص اي دروس معينة تقدرون تكتبوها بالكومنتات. تحياتي لكم مع السلامة.